احتدام الجدل حول خطة عقوبات وطنية بين نائب عمدة فيينا في داكير طبعا وزير التعليم النمساوي بولاتشيك وعندنا خبر تاني بدافع الشرف والانتقام اعتقال شابين سوريين في فيينا من عصابة خمسمائة وخمسة مش عارف انا الاسئابات اللي طلعت علينا ده ما كانتش زمان الحاجات الداخلية عن تزويد الشرطة النمساوية في فيينا باسلحة السعق الكربائي الثلاث اخبار دول يمكن متعلقين ببعض كله بيدور حول عملية العقوبات حالات الاجرام الانفلات الامني الصراعات داخل الشوارع فيينا خاصة وان كان الموضوع ده دخيل على النمسا بوجه عام في الاوينة الاخيرة عصابات خمسمائة وخمسة عصابات خمسمائة وخمسين والموضوع ده شايف موضوع حتى الجدل بين وزير التعليم النمساوي بولتشيك مع كريستوف فيداكير اللي بتعلق بيقول ان هو المفروض يكون هناك اهتمام وفلوس زيادة عشان عملية التعليم لمساعدة الاندماج لانه بيرجع موضوع الانفلات الامني اللي موجود لعدم كاملية الاندماج للشباب السوري او اللاجئين اللي موجودين في النمسا على مستوى فيهن خاصة نعم قرأتك للحديث يعني استاذي الكريم رح نبدأ الخبر تقريبا من اوله انه تم اعتقال سوريين او شخصين تقريبا بعمر تسطاش وثلاثين تقريبا او ثلاثة وتلاثين وزي هم من الشيشان نعم شخصين شيشان لا لا هم شخصين سوريين في الشيشان تم اعتقاله سابقا اما اليوم او بالاحرى بين الاخرى 20 ساعة تم اعتقال شخصين سوريا من عصابة 505 هي التي تعود الى عشائر سورية يعني ولكن يمارسوا العمل العصبوي وعصابات المخدرات وعصابات التحرش وواشي من هذا القبيل فهنا بناءا على هذه التطورات التي جهدتها فيينا في الشهر الاخير والمواجهات المسلحة ايضا التي حصلت طالب فيدا كير اضافة لعمدة فيينا بزيادة عدد افراد الشرطة بالف شخص اضافي من اجل من اجل تواجد افراد الشرطة من اجل تواجدهم في الاماكن العامة في الساحات في رومان بلاتس منطقة منزوعة السلاح فبالتالي فبالتالي طبعا اضافة اضافة لحالة الجدل التي ايضا احدثها السيد فيدا كير بموضوع يعني زيادة الدعم المالي من وزارة التعليم من اجل العائلات التي تأتي من خلال لما اشمل الاسر وهذا الضغط الكبير وطالبة بزيادة الميزانية وزيادة عدد المدرسين طبعا كان يوجد جدل بهذا الخصوص صراحة خبرها مبالغ الاهمية طبعا اليوم بدأت بلدية فيينا طبعا ليس بدأت يعني اليوم اعلنت ان ان الغرف او ما يسمى بالحاويات المساعدة بجانب بعض المدارس تقريبا والمجهزة مجهزة عفوا على احدث التجهيزات للطلاب اعتقد انها ستجهز وستكون بضع الكنتينر بضع ستكون جاهزة في الخريف المقبل اتبع ذلك ان وزارة الداخلية ماذا جودت الشرطة تريد تزويدهم بمسدسات السعق الكهربائي حتى تحاول السيطرة على حالات العنف حالات الاذاء الشخصي يعني العديد من الامور فبالتالي مع الاسف يعني يوجد عندنا توليفة متكاملة من ماذا من فشل الاندماج فشل الاندماج يا سيدي الكريم الذي اوله خلل في نظام الاندماج ففوضى في الشارع فميزانية اضافية لكل شرطة او للشرطة النمساوية من ازل تزويدها بمسدس سعق الكهربائي فتخيل هذه المعادلة التي لم تكن موجودة ولم تكن تبحث بهذه الطريقة التي اختلقتها الحكومة النمساوية المؤلفة من حزب الشعب وحزب الخضر بسبب سياسة الاندماج خلق فوضى في الشارع وبالتالي مهام اضافية على الشرطة والفنصر اضافي وا 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 لا بس هنا عندك برضو يعني بقولك بدافع الشرف والانتقام ده برضو فيه خلل في المجتمع نفسه طبيعي طبيعي سيد الكريم ما هو ما الذي ما الذي ما الذي يصنع ما الذي يصنع هذه التفاهات ان كانت شرفها الكلام الفاضي والاعتداءات والتحرش وبيع المخدرات الفراغ هو هذا الوحش الصامت الوحش الذي هو فعليا ليس الوحش الصامت الذي هو فعليا الوحش الذي من الممكن أن يكون جاهز لأن يهاجم كل من يقابله هذا الفراغ الذي أحدثه العطالة عن العمل فشل الاندماج قلة فرص العمل هذا ما يقوم به الشباب ويذهب للشارع ويعتدي على الآخر وبيلطش شيء وبيع مخدرات من هون وبيعتدي على الثاني ومن هون طعن ومن هون ما بعرف شو أصص فمع الأسف يا سيدي الكريم عند هذا الموضوع أنا لا أعتقد أن الموضوع سهل يعني أنا لا أحمل كل القضية على الحكومة ولكن مسئوليته بصراحة هاي مسئولية هاي قوة عاملة بس هو بيحط لك قوانين والشباب بيكسروه يعني اتمنع مثلا الأسلاحة في الريمان بلتس شوف سيدي الكريم المهم يكون في قانون في قانون منع والذي يخالف يعاقب تمام فبالتالي لما يكون في دورات اندماج حقيقية ومن يخالف يعاقب أيضا سيكون الوضع مختلف أنا أقلل عليك المساعدات وأقلل عليك بعض الميزات الموجودة في المجتمع هنا ده هيلغي لجوء نفسه ما الضبط طبعا ده ما هتصطدم معاه تاني في حتة تاني انه هو مضطر انه هو يرجعه بلده اللي هو المفروض الناس بتطلب بعدمه والله بهذا الموضوع حتما حتى مثل ما أقول له هو ليس بالسهل وذلك يحتاج إلى منظومة متكاملة أستاذ الدور طبعا يحتاج إلى منظومة فعلا من يلغى لجوء سيكون بمشكلة وسيكون بمشكلة أكبر لا هذا يكون موجود بمنطقة مغلقة بمنطقة معزولة بنوع من السجن يعني موضوع بموضوع موضوع ليس بهذه السهلة الحقيقة أنا مشفق على الحكومة القادمة أنا لست مشفق على أحد الحكومة القادمة أنا لست مشفق على أحد لأن الحكومات تتعامل من فشل إلى فشل وعلى فكرة وعلى فكرة على سيرة الحكومات لا يعني لا يعني رجوع الاس بي او إلى السلطة الخروج من هذه المشاكل التي نعاني منها حاليا طب هين استورد حكومة من بره والله هذا الشيء نتباحث فيه بطريقة مختلفة ولكن لا أعتقد على فكرة يوجد الآن طروحات إدارة الدول الحديثة يقول لك نريد حكومة خبراء وليس حكومة حزبية وزير مختص بموضوع معين وزارة مختصة تقوم بتعيين خبراء وليس ذو أديالوجيات حزبية هم لو عايزين يعملوا ده ممكن أني ما تبقاش حكومة إنتماءات حكومة كفاءات لم يعد هناك مناخ سياسي ومعارضة ومعيدة أعتقد أن الشعوب اليوم يا سيد الكريم قد وملت من هذه الاستعراضات التي تقوم بها كافة الأحزاب السياسية وتنتقل من فشل إلى آخر اليوم يفترض المسؤول والمختص باختصاص معين هو الذي يعين بوزارة وتقوم وزارة اختصاصية وليس وزارة ولائية يعني في النقطة دي أو أشخاص أو أشخاص عندهم مشاكل نفسية واخد نقص متر هربت كيكل متر هربت كيكل بدي يطلقوها بالشعب فهذا اللي احنا عم نحكي لا يعني الحزب يحكم لكن يدور على خبرات يجيبها وتنتمي لهم لا 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 حتى لو جاب خبرات هذا الخبير بدي يكون يتبع لسياسة الحزب طبعا إذا الحزب ما اسمع يدوره هنا طب بفايدة الانتخابات بالضبط لو الحزب مش هي ايه فائدة الانتخابات احد النظريات العالمية الحديثة بتقل لك الانتخابات بصراحة لعبة الحمقى وليست نتيجة محمودة النتائج دائما بس دي هالي ديمقراطية وليس بغض النظر مين قال لك الديمقراطية يبا كده من قال لك الديمقراطية هي النموذج الأنجح يا سيدك أحيانا بعض الديكتاتوريات تكون أنجح من ديمقراطية يبا ديكتاتور عادل أفضل من ديمقراطية فاشل ممكن ممكن جدا